احنا رمضان دايماً بيرتبط معنا أبعادات وسلوكيات جميلة جداً من أجمل ما فيها إطعام الطعام وده لما له من الشرف والمكانة والمنزلة اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعد بها أن من فطر صائماً كان له مثل أجري فتلاقي أهل الخير دايماً يتباروا ويتسابقوا في هذا العمل والحياة مؤسسة نبض الحياة ممكن من توفيق ربنا لها أن هي مستمرة في إطعام الطعام طوال العام لكن رمضان ما ينفعش بقى نفوت هذا الموسم من مواسم الخيرات وهذا الموسم من مواسم العطاءات الربانية من غير ما يبقى لنا بقى مشاركات مضعفة احنا بنهدف إن شاء الله رب العالمين بإذن الله مش عايز أقول رقم مثلاً خمسين ألف ولا مئة ألف وجبة لا ده أنا نفسينا يبقى أضعاف مضعفة يا جماعة النهاردة أنا وجبة بتتكلف خمسة وتسين جنيه مهم قوي زي حضرتك ما بتقولي أن الوجبة تكون بالشكل اللي يرضيني أيوة اللي أنا أكله واللي أنا أكله لولادي الوجبة اللي أنا أقدمها تبقى شكلها أول ما ينفر إليه ينفر إليها الله سبحانه وتعالى الصدقة أول ما تقع تقع في يد الله سبحانه وتعالى فأنا ببص مش ببص أنا هديها لمن ده أنا ببص الهدية الهدية دية المفروض تقريحة فين عند ربنا سبحانه وتعالى كان سادتنا من الصالحين يقولوا إيه يقولوا مثل الذي لا يعمل العمل لله عشان كل واحد وهو بيعمل العمل يدور أنه هو يعمل أفضل عمل وأجمل عمل وأرقى عمل لأنه ريح لربنا سبحانه وتعالى فيقولك اللي بيعمل العمل ما بيعملوش لربنا سبحانه وتعالى كمثل رجل أراد أن يهدي إلى ملك من ملوك الأرض هدية تخالوا واحد داخل على ملك من الملوك واخد له هدية فجاب له بقى إيه مش هيجيب له بقى أجمل هدية ده هو بيقولك العمل اللي مش كويس فأتى له بجارية عمياء بكماء صماء شلاء هي ده هدية اللي جايبها للملك هيدخل بيها الملك إزاي ده العمل اللي واحد ما بيعملوش يرضى ربنا سبحانه وتعالى طب أنا لما أعمل عمل يرضى ربنا لازم أعمل عمل إيه على أعلى مستوى عمل يليق بإن ده من مال الله وأنفقه من مال الله الذي آتاكم وأنفقه من مال الله الذي إيه آتاكم الرجل الصالح في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم واتبين لنا قد إيه مهم جدا التأسف الصالحين الأب كان صالح والفقراء عارفينه وبيتحينوا الوقت ويروحوا له في الوقت ويغضق عليهم من فضل الله عليه أول الأب ما مات إيه اللي حصل يا أستاذة الأولاد انتكسوا على هذه الفطرة السليمة وقال لك إذ أقسموا ليصرموا إنها مصبحين ولا يستسنون محدش واخد حاجة أنت على فكرة مش هتاخد معاك في طريقك لربنا سبحانه وتعالى إلا عملك الصالح مش هتاخد معاك لله سبحانه وتعالى إلا العمل اللي يرضيك وشوف عملك بقى إذا كان صالح هو ده اللي يشفع هو ده اللي يشهد عند ربنا سبحانه وتعالى طب إذا كان العمل ده مش صالح والله بيئس العمل إذن الناس الواجبة دي أتخيل الواجبة دي وهي مثلا رايحة على أسرة فيها أيتام فرحتهم تبقى عاملة إزاي والله فرحة ربنا سبحانه وتعالى بيك انت فرحة ربنا بيك انت أو بحضرتك اللي شارك في العمل ده والله أضعف مضعفة عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه يا باغي الخير إيه أقبل هلوم هلوم تعالى تعالى شاركنا وقعد جنبنا تعالى شارك تعالى اعمل بعملنا اعمل إيه بعملنا وفي مسند الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه يا باغي الخيري أبشر مش أقبل بس الأول إيه أقبل وفي الرواية التانية يا باغي الخيري إيه أبشر أبشر بإيه أبشر بالقبول أبشر بإن انت لما أقبلت على ربنا ولما شاركتك لما كانت نيتك إن انت تطع من ناس ربنا يكتب لك مثل أجورهم ولما شاركت إن انت تطع من ناس كان فيه واحد عمل زيك فربنا سبحانه وتعالى جعلك قد وليه في الخير فكتب لك أجر زي أجر هو كمان شوف العطاء بتاع ربنا سبحانه وتعالى عمل إزاي